معركة النهواند أو تسمى معركة فتح الفتوح معركة كان فيها 150 ألف كافر بيواجههم 30 ألف مسلم تسمت بفتح الفتوح لأن المعركة دي بعد انتهاءها ما فيش قومة قامت للفرصة بعد كده كانت ديت الخلاصة والنهاية المعركة دي اللي تقال فيها إن لله جنودا من العسل وهنيجي القصة يعني إيه إن الله جنودا من العسل القصة دي كان الفرص تجمعه جمعه جيش كبير وكان دي نهاية تجبعهم في الوقت ده لمواجهة المسلمين الأمر ده وصل لسيدنا عمر بن الخطاب فأمر النعمان ابن مكرم إنه يجهز جيش لمواجهة هؤلاء وبالفعل تمت المواجهة وتم الاستعاد من القتال وذهبوا لما راح المسلمين للمواجهة لقوا إن موجود في الطريق حطوا في الطريق حديد كده يدخل في رجل الخيل فالخيل ما يعرفش يستمر فعادوا وكان الأمر ماشي كده فلما عملوا كده رجعوا تاني فقعدوا يفكروا نعمل إيه فوصلوا الفكرة إن إحنا ننسحب ونوهم الجيش إن إحنا نسحبنا فبالفعل عملوا كده ورجعوا الوراء وأوهموا الجيش الجيش الفرص إن هم منسحبوا من أرض المعركة وبدأ الهجوم يهجم عليهم فالعدو الفرص حجموا مرة أخرى وشالوا الأشياء اللي كانت تتخلش في رجل الخيل دية وهجموا عليهم فلما تم الهجوم تمت المواجهة ويقال إن هم كانوا تحصنوا بالحصوم فكرة الخندق سمان الفارسي كان أصلا كان من الفرص فكرة الخندقت عندهم فقال إنهم تسلسلوا في بعض الجنود وحفروا خندق وتخندقوا فالمسلمين كان كل شوية مجموعة تروح ترني بالسهام وتذهب لحد بدأت المعركة الشاهد بدأت المعركة وكانت حرب شديدة بدأت في يوم جمعة بعد صلاة وكان فيه هجوم شديد من الطرفين وحتى إن القائد النعمان قتل في هذه المعركة كان جنبه أخوه فأخوه لما لقى قتل استشهد أخذ ملابسه ولبسها حتى لا يعني يميل الجيش أو يستشعر بالهزيم واستمرت المعركة حد ما تم الانتصار وبعد النصر عطر راية لحزيفة بن اليمان كان في المعركة وكان النعمان وصى إن يكون القائد بعده حزيفة بن اليمان كان قائد الفرس اسمه ذو الحاجب هرب بمجموعة معاه فخرج خلفهم أخو النعمان فلما وصلوا في مكان لأوا إن فيه أعزكم الله بغال عليها عسل سدت الطريق فمنعت الفرس من الفرار والهرب فقتلوهم وأسروهم وأخذوا ما معهم من الغنائم فسمي بعد ذلك قالوا إن لله جنود من العسل في هذه المعركة الشاهد إنه مع الأخذ بالأسباب مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى تم النصر والتمكين ثلاثين ألف ثم وجد نئة وخمسين ألف ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى ونصرهم لما أخذوا بالأسباب